مدرب مارسليا يكشف أسباب عدم اعتماده على حارة أساسياً في مباريات الفريق حمد الله يواصل مسلسل هز الشباك ويسهم في فوز اتحاد جد على الطائق كشف الإسباني مارسلينيو مدرب أولمبيك مارسليا الفرنسي عن أسباب عدم اعتماده على الدولي المغربي أمين حارة أساسياً في مباريات الفريق وقال مارسلينيو في تصريحات صحفية إنه يرغب في منح الفرصة لحارة بلعب بعض الدقائق لتحضيره بشكل جيد للموسم ولا يرغب في المخاطرة به منذ البداية حتى لا يصاب من جديد وأكد مدرب مارسليا أن اللاعب المغربي لا يبدو له جاهزاً بشكل كلي للعب كأساسياً ويتطلع إلى إشراكه بشكل تدريجي حتى يستعد بشكل أفضل للرهانات المقبلة وأضاف قائلاً حارة غير قادر على لعب مباراة كاملة حتى الآن عودته للملاعب ستكون تدريجية ولا أرغب في المخاطرة به أتمنى أن يكون جاهزاً بنسبة 100% وسنمنحه الفرصة للعودة بصورة جيدة وكان اللاعب المغربي قد تعرض لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى استوجب الالتزام ببروتوكول علاجي صارم بعد خضوعه للتدخل الجراحي شهر نومبر من سنة 2022 قبل أن يعود ليشارك في المباريات الإعدادية لمارسليا تأهباً للعودة للميادين بشكل رسمي حمد الله يواصل مسلسل هز الشباك ويسهم في فوز اتحاد جد على الطائي أسهم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله في قيادة اتحاد جد للفوز على الطائي بهدفين دون رد اليوم السبتة في المرحلة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين وسيطر الاتحاد على مجريات اللعب تماماً في الشوط الأول لكنه عجز عن التسجيل بفضل تألق حارس الطائي فيكتور براغا الذي أحبط كل محاولات كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله وانجولو كانتي وأحمد بامسعود وفي الشوط الثاني تمكن الاتحاد من التقدم بهدف عن طريق حمد الله في الدقيقة أربعة وخمس بعد ضربة ركنية نفذها إجورو كورنادو داخل منطقة الجزاء وقابلها المهاجم المغربي بتسديدة قوية في الشباك وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أكد صالح العمري فوز الاتحاد بتسجيله الهدف الثاني بعد تمريرة من فابين يتركها حمد الله لتذهب في طريق العمري المنفرد بالمرمى ليسدد الأخير دون عناء في الشباك وحقق الاتحاد حامل اللقب فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقاسم الصدارة مع الأهلي في الوقت الذي توقف فيه رصيد الطائع عند ثلاث نقاط في المركز العاشري ترجمة نانسي قنقر